انفو سنتر طول بار هو جزء من الشريط العلوي للبرنامج اللي هو البروجرام تايتل بار الانفو سنتر موجود في الجزء العلوي على اليمين فوق من البرنامج بيبدأ من هنا بمحرك بحث الشركة عاملاه عشان تديك إمكانية أنك توصل لأي معلومة تطلبها عن أي أداة من الأدوات الموجودة في البرنامج أو أي خاصية ممكن تشتغل عليها أو أي معلومات بصفة عامة متعلقة بمنتجات الشركة ولكن مثلاً عايز أبحث عن استخدامات النصوص في البرنامج ريفت ستركشور هتكتب مثلاً تكست وتضغط على سيرش هيفتح لك المتصفح الرسمي بتاعك أو المتصفح الديفولت اللي موجود في النظام عندك على صفحة فيها معلومات عن الكلمة اللي انت استخدمتها في محرك البحث ممكن من هنا تضغط على الكونتنت دي تظهر لك فيها جدول بكل المحتويات الموجودة في النظام المساعدة وهي غالباً بتبقى معلومات قيمة جداً جداً ممكن أنك تستفيد منها كويس بالأضافة أنها فيها مجموعة من الفيديوهات برضو اللي ممكن تستخدمها اللي هي دي مجموعة من الفيديوهات البسيطة ممكن تديك فكرة برضو عن آآ مكونات البرنامج بعد كده عندنا حاجة اسمها ده بيتطلب وجود ترخيص رسمي للبرنامج بحيس أنك تقدر توصل لخدمات الدعم الفني الرسمية بتاعتهم يعني مثلاً لو حصل معك أي مشكلة في البرنامج تقدر من خلال ده انك ترسلهم ويرد عليك وهتظهر لك كل التفاصيل هنا ممكن تزبط اعدادات من الزرار ده هيظهر لك هنا او قناوات الاتصال اللي موجودة مع سيرفرات الشركة وهنا اللي هي الملاحظات او الصغيرة اللي بتظهر لك فيها اي معلومات جديدة وال اللي هي المدونات اللي تابعة للشركة اللي انت مشترك فيها هنا في زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي زهر تحديث للبرنامج تضغط عليه هيفتح لك معلومات عن الابديت الجديد اللي تعمل للبرنامج يبقى انا عندي هنا ان ده عبارة عن جزئين والر اس اس دي بيجيب لك اخر مجموعة من الاخبار من المدونات اللي احنا اشتركنا عليها في ممكن ان انا اعمل لها من هنا في حاجة تانية اللي هي وهي قنوات الاتصال المباشرة مع سرفرات الشركة ومن خلالها بيجي لك معلومات جديدة عن البرنامج سواء اي اصدارات او اي تعديلات او اي تحديثات مطلوبة زي ما ظهر قدامنا هنا ممكن تستخدم البرنامج ده من انك تعمل هيحدث نسخة البرنامج عندك بيحمل بامتداد عندك على الجهاز وبيعمل لنسخة البرنامج اللي بتستخدمه بعد كده عندي بيزهر لك هنا اي حاجة اي موضوعات انت عملت لها بوك مارك في السبسكريبشن سنتر او الكوميونيكيشن سنتر بعد كده فيه هنا ده بيتطلب وجود اشتراك في خدمة اوتو ديسك تلتمائة وستين باختصار شديد دي عبارة عن خدمة الشركة بتاح عليك للاجهزة اللي ما عندهاش اه امكانية للتعامل مع النمازج المعقدة بمعنى وليكن مسلا النفذنا منشأ على الريفت وبنعمله تحليل انشائي باستخدام الروبط طبعا الموضوع ده بيتطلب اجهزة بموصفات عالية شوية من حيث الرمات والبروسيسور والمعالج رسومات او كارت الشاشة فاوتو ديسك بتعمل الخدمة دي انك بتديلهم الملف ده او النموذج ده على سيرفر التلتمائة وستين وهما بيحللوه ويبعتولك كل نتائج على البرنامج بتاعك توفيرا للوقت والامكانيات بعد كده علامة التعجب اللي موجودة دي بتفتح لك نظام المساعدة لو انت اونلاين ومتوصل بالانترنت بيزهر لك الويكي هيلب سيستم اللي احنا كنا مشغالينه من شوية او لو مش موجود النت او غير متاح بتزهر لك نسخة كاشت الكوبي او اللي هي موجودة على الجهاز تقدر انك تستخدمها برضو هنا في مجموعة من الرابط المفيدة زي ما ستنوات سنيو اللي هو ممكن تجيب اه اخر تحديثات او تطويرات اللي حصلت فيه نسخة الفين واربعتاشر وهنا مجرد فيديوهات بسيطة بتشرح لك مكونات من البرنامج عندك هنا برضو معلومات عن ودي مكتبة فيها مكونات متاحة مجانا وهنا ممكن تشتغل على اللي كلمنا عليه قبل كده وهو زي ما قولنا خدمة بتتيح للشركة امكانية جمع معلومات عن البرامج واداها على اجازة المستخدمين وطبعا بتفيدهم في تطوير اداء البرامج كلها. ترجمة نانسي قنقر